قد يكون هناك حلول مقنعة ومنطقية ولكنها لا يمكن تطبيقها مثلا كما جرى باتفاقية العراقية الصينية النفط مقابل الإعمار إذا كان هناك اتفاقية النفط مقابل التجارة يعني نصدر باليوم 200 ألف برميل نفط إلى الصين ومن نستلمها بالدولار نستلمها بالرمنبي والرمنبي اليوان يسلم للتاجر العراقي اللي يسلم دينار إلى البنك المركزي إلى المصارف الأهلية ويستلم في الصين الرمنبي بالسعر الرسمي وتوصل الاستيرادات بشكل أصولي ولكن هذه الخطوة اللي هي تعتبر من حق العراق إلى ولاية على موالها ولازم يتصرف فيها بحريته ولكن هذه الخطوة ممنوعة من قبل الجانب الأمريكي الذي يفرض هيمنته بأن يتم التعامل بالعالم أجمع ببيع وشراء النفط فقط بالدولار